اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نصرة اخباري جديدة وهذا ابرز عنوانها مفتش شرطة بفاسس تعمل السلاح الجديد لإيقاف شخص هائج مسلح عرض حياة المواطنين لخطر محقق ولن إلى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو اضطر مفتش شرطة يعمل بالامن العمومي بمنطقة امن بن سودا بمدينة فاس مساء يوم امس الاربعاء 21 شوطا برجاري لاستعمال منظومة السلاح البديل لتحييل الخضر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 20 سنة كان في وضعية غير طبيعية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الابيض وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية امن فاس قد تلقت اشعارا حول قيام شخص في حالة دفاع قوية باحداث الفوضى بالشريع العام بحي المستقبل فضلا عن كونه بشكل موضوع ابحاث قضائية تتعلق بتورطه في اعتذاءات بالضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض الامر الذي استدعى تدخل اقرب دوريا للشرطة من اجل توقيفه غير انه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة مما اضطر مفاتي الشرطة لاستعمال الجهاز الجديد لاستيطرة على المعني بالامر بشكل كامل وتحييد الخطر الصادر عنه وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من توقيف المشتبه فيه وتفادي تعرض اي مواطن للخطر بمن فيه موظف والشرطة الذين شاركوا في التدخل وقد تم وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من اجل تحديد مدى سلامته العقلية في افق اخضاعه لبحث قضائي تحت اشراف النياب العام المخصصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء